اهلا بكم معينا التاني وبفوتوشوب سهل بالعربي افكار سريعة هنعمل بيها ابتكارات في شغل الفوتوشوب بتاعنا. وافكار كلها صغيرة في اوقات بسرعة بس هتفدنا جدا وتسهل لنا شغلنا. دايما بنعمل بتاع الفوتوشوب او بمعنى ادي بتاعه. ده بتاعه. ده بتاعه. ده بتاعه. ممكن اكبره شفية علشاني بين اللون. هخليه خمسة مسلا. تمام? بعد كده عندي قدر امليه بالوان. سابتة من هنا. وهنا قدر اجيب دي بالتس الالوان بتاعتي. وفيه كلها الفوتوشوب عملها لنا. وممكن اختار ان انا امليها بجريديانت. وهنا نتعلم بتفصيل وازاي نقدر نزبطها ونعمل زي ما هو فوتوشوب عملها لنا ازاي وازاي نختار الالوان بتاعتها. ممكن نقدر نعمل لها فيه من فوتوشوب وفيه نقدر نعمل احنا بعض اللي احنا نستفيد بيها. فبمعنى اقدر ان انا استخدام مثلا بالشكل ده امنا بيها المربع بتاعي. دي الستاندرد فيلنج. ساب لو انا عايز اعمل الفيلنج الخاص بي اخد دلك بس مش الاشكال ده هيت. على سبيل المثال تاني لو قلنا نسكيب ده ونعمل له دليت. وحطينا بعض الاشكال اللي هي كاستوم شيبز. اللي هي فيكتور شيبز او كاستوم شيبز. اخطر شي بينفع ان احنا نملأ. على سبيل المثال زي ده. زي السنيل ده هوت. وعسمته. اوكي الفيلنج بتاعه فاضي. لو اخترت له برضو. علشان يملأ. هيتمالأ بالباترن اللي انا عايزه. ودي من الحاجات اللي احنا بنقدر نعمل بيها شغل كويس. وإلستراتيشنز كويس للشغل بتاعنا. طيب. لو حبيت ان انا اعمل باترن خاص بيها. او لو حبيت ان انا اعمل باترن عبارة عن كلمات. ممكن اعمل ايه? هقدر ان انا اختار التكست. بتاعي احكتب تكست. هختار فونت يعجبني. هغير الكيبورد بتاعي عربي. وهختار فونت عربي ممكن نازل فونتات. هيبقى في عندنا درس مخصوص لتنزيل الفونتات بس هختار الفونت العربي ده. وهكتب عليه كلمات. تمام? عايز حسب ما عايز حاجمها عشان اعمل بيها الباترن. اقدر ان انا ازود من هنا. هخليها اوضح كده او لو انا عايزها اكبر كمان. ممكن اخليها كده. تمام? كنترول انتر. وفي ادي كلمات بتاعتي اللون جامنين. لو احنا مش عارفين في التكست وحنا بقى عندنا حلقة عن التكست بس من هنا اللون الاسود على الخلفية بتاعتي بتاعة الشاشة. طيب. انا بعد كده عايز احول ده الباترن. هعمل في ايه كباترن? كباترن. ممكن اختار محتاج ان انا اختار اللي انا كتبته. هختاره ممكن من خلال لو ما اختارش كويس انا عايز تأكد من اختياري فبعمل عشان ابقى انا شايف ايه اللي انا بختاره. وممكن على طول اروح بدل للابشيك سيليكشن تول للماجيك واند تول. واختار الاجزاء طبعا احنا مختارين جزء بس هستفيد منه شايف ان احنا نتعلم شايف برضو في موضوع الاختيارات. تمام? كده اختارنا كل الكلمة بتاعتنا. تمام? بعد ما اختارت الكلمة بالكامل بعمل بتاعتي لو هي مش لو دي مش دمت يبقى انا مش عمل لها بتاعتي. وبعد كده بعمل لها عشان ااخد بتاعي على جديدة. بعمل اللي انا اشتغلت عليها. وبيجي على 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 اد الكلمة اللي انا عايزة. الاختيار بتاعي. وبعد كده اخب باك انا برضو اختار الخلفية بتاعتي عشان اقدر اشتغل بيها. بختار بعد كده ادت. ودفاين باترن. من هنا هسميه كلمات. تمام? الكلمة دي تلوقتي بقت هالباترن بتاعتي اللي انا اقدر اعمل فيلنج بيها. فلو رجعنا تاني اخدنا عملنا اه شيب جديد. اعملنا بروجيكت جديد. واخترت اوبجيكت. زي ما كنا مختارين مرة اللي فاتت. و احبيني اوضح الفريم بتاعهم. وعايز الفيلنج اقدر اختار الفيلنج الباترن كلمات اللي انا استخدمتها. فبقى دلوقتي يبقى مليان بكلمات. ده اقدر اعمله في اي شكل. في اي فيلنج ده اللي اقدر اعمله. في نقطة صغيرة خالص هنا. هتنفعني كتير. لو انا صغرت بتاعي فالكلمة بتصغر لو انا كبرت بتاعي. الكلمة بتكبر بيفر معنا شوية فلازم نروعي بتاعنا بس. هي دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها. اي هوب ان تكون المعلومة دي تنفعك وتقدر تستخدموها في مشروع كتير بعد كده معلومة تانية لو انا عايز اغير الكالورينج بتاعها باختار الكالورز اللي انا عايزها وانا باملة. وساعتها هعملها بالكالور اللي انا عايزه. نشوفكم في فيديو جديد وفوتوشوب سهل بالعربي ومعلومة جديدة سهلة بسرعة تدينا افكار خلاق المشروعي انا. ترجمة نانسي قنقر